اشتركوا في القناة كلها جديدة علينا طبعا فيه تشابه في بعض الحاجات بس من بعيد قوي 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 انا شخصيا متحمسة جدا اتعرف على المطبخ ده واعرف كمان مكونات اطباقه المطبخ اللي بتكلم عنه النهاردة هو المطبخ الاوكراني لذيذ جدا وضفتنا كمان لذيذة جدا هي الشف من منازلهم لان هي ما بتمتهنش من الطبخ ولكن كل ست هي شف في بيتها وهي الاوكرانية الجميلة جدا انا لانك واللي هتقدم لنا النهاردة اشهى الاطباق المشهورة بيها اوكرانيا انا برحب بيكي ومبسوطة انك انت معانا في مطبخ ست الستات اهلا بيك شكرا كل سنة انت طيبة انت طيبة هادرتك بقالك كتير معانا في مصر 13 سنين الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله انت متجوزة هنا باش مهانس ايهاب ومخلفة مخلفة مين بقى مخلفة مخلفة اتنين اه اتنين ولاد ولادين عندهم كم سنة 11 و 8 ما شاء الله وليلي بقى انا بتعرفي تتبخي حلو اه اكيد دي هويتك ولا مثلا بدأت تتعلميها بعد الجواز ولا من وانت في اوكرانيا يا ماما اللي معلماكي مين معلمك الطبخ اه من زمان قبل جوازة حارفوا عملوا اكل اوكراني بعد جوازة عارفة عملوا اكل مصري واوكراني طيب وليلي بقى قبل ما ندخل في الاكل الاوكراني حلقتنا النهاردة كلها اكل اوكراني بتعرفي تعملي ايه مصري اه ايه حاجة بس ملوخية لأ ومنبار برضو لأ منبار لأ اتطلب منك قوي انك عارفة المنبار بس جتي على الملوخية دي اسهل حاجة في الدنيا الملوخية ان شاء الله شربة وملوخية وتقليد الملوخية وطشة وتعملي وخلاص وخلصت كده طيب بصي بقى دلوقتي حنعمل اكلات اوكرانية وهل اوكرانيا لها حاجات ترادشنال حاجات يعني قديمة حاجات معروفة قوي في المطبخ الاوكراني نعم اندوكو ترادشن قدين جدا بس كل سانتوري الترادشن بتغير وكل برضو الستات حملوا ترادشن جديد او الترادشن في الاسرة بس في حاجات انزل في كل سنين اوكي يعني قديمة اوى قديمة اوى مستمرة اندوكو ترادشن في المطبخ اندوكو ترادشن في الحاجات الزينة اندوكو ترادشن في الملابس سمعت وليلي صح ولا لا انتي اللي عامل دول انتي اللي عامل النكلس بتاعك دي صحابة دي صحابة دي انا اه وشميس برده انا انتي اللي عامل له الامبرويدري نعم انتي اللي بتطرزيه كله كله لا ده احنا معنا ست بيت اوكرانية من كيف يعني ايه بصوا مش عارفة احكيلكو طبيخ وخياطة وتطريز وكله يعني انتي كده بتلخبطيني في فكرة البنت او الست الاوروبية متعودين الست الاوروبية يعني ما بتشتغلش حاجات كده بتشتغل عارفة زي الرجالة براكتكال اوي ما بتطبخش كتير ممكن شكله ست اووروبية بس في التحت ست شوية مصرية شوية اوكرانية اوكي حلوة طيب انا هتعملي لنا ايه النهاردة من المطبخ الاوكراني انا هادا حامل له تلت طبخات طبخات طبخ رئيسي اسمه كروتشانيكي اه كروتشانيكي دي طبخ مع لحمة اه وبعدين طبخ تاني زي سايد ديش او السناك اوكي اسمه تشابوراكي تشابوراكي ده نقدر نقول عليه مثلا زي سلطة ولا أوردوفر ولا ايه لا دي زي ممكن السايد ديش او الطبخ واحدة اوكي اوكي طبخ من الاطباء اللي على الصفر طبخ جانبي يعني اوكي اوكي وبردو الحاجة حلوة دي اسمه فرهوني 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 دي عقينة ولا دي ايه دي عقينة شوية شاكله زي زلابيا في المصر اه بس بعد محمر مطبوخ الناشف يعني كريسبي بيبقى زي الزلابيا بس كريسبي بس على فكرة الزلابيا كمان كريسبي الزلابيا كريسبي فوق وصفت طرية جوه اه طرية لكن دي كلها كريسبي كله كريسبي زي التشوروز او شكله زي يعني الطعام شوية زي التشوروز بس من غير ارفة لا من غير سينامون اوكي طيب وعملنا كمان مشروب هامل مشروب برضو اوزبار اوزبار ايه يعني ده مثلا فواكه ولا دي مشروب فواكه بس مش فواكه فرش وإنgeldار اين весь المجروب فواكي دري فروس اوكي للفواكه المجففة المجففة يعني كأنه خشاف çحنا عندنا الخشاف بنعمله باهم برضو الفواكه المجففة المشمش التين حاجات زي كده في الأزوار ندوكوا تفاح تفاح وممكن كوميترة بس ما عنديش كوميترة في المصر صح حاليا يعني مش الموسم بتاعها وبعدين أراسيا دخلنا في الخشاف وفي التوت كرانبريز بس منشار في المصري زي توت أحمر سهير زي كراز بس دي مش كراز يعني ممكن نحط مكانه الزبيب ممكن بس طعام مع الزبيب تاني عشان زبيب سكري قوي التانية مزز وكرانبري زي الليمون ممكن اشر الليمون مع الزبيب يلا بينا يا أنا ده انتي جوعتين من دلوقتي تفضلي يلا بينا هنبدأ بأول أكلة اللي هي كروتشانكي 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 هنقول المقادير بتاعتها الإنجريدينس بتاعتها الكروتشانكي هيبقى معانا لحمة شرايح لحمة بquierek วกه كروتشانكي لحمة ملفوفة لحمة ملفوفة يلاسط، لحمة بفتي بس قبل بفتي عمله في المارينات اوورنايت هنتابلو ونسيبو طول الليل مارينات ايه باصل باصل مبشور وملح وفلفل بس عشان لحمة مش هايزة حاجة تانية تانية وبعد كده هادرب هندقه مصدس لا بالاسم ايه بالشعب احنا انا فاهمة انا مصدس لحمة انا بالهون بالهون اوكي مع بالهون عشان عايزين تفرديها كده كده ال very very thin look through اوكي عايزة لحمك انا شفافة يعني رفياع قوي رفياع قوي عشان بعدين مطبخ بصورة ولحمة كويسة اوكي بعدين عملوا ايه مع لحمة مع لحمة هيروح مشروم بس هنا مشروم امال مشروم محمر وبعدين مع بصل اه وكده خلاص بتحمري المشروم مع بصل؟ بصل محمر بصل وبعدين مع زبدة اوكي زبدة كتير هنا غيروح زبدة كتير اوكي اه محمر بصل مع زبدة وبعدين بصل طريق ولونه يعني ضهبي اه احطي مشروم بس مشروم كتير عشان بعض محمر مشروم بيبقى قليل نعم فحنا هنحط مشروم كتير عشان لما يقل ما يبقاش قليل اوه واحط المشروم في الطابة زبدة شوية اوكي عشان مشروم حط الكل بيشرب زبدة برضه ملح وفلفل وخلاص عشان مشروم اعمل طعام حالي أوكي. وبعدين بيأكل ما إيه. ممكن حيكل ما إيش. زي في الإيش بالادي. أوكي. سندويتش يعني؟ ممكن حيكل ما بتاتس پوري. أوكي. بتاتس پوري خفيف. أوي ورسيبي خفيف. سهلة. مسلوء. بتاتس مسلوء مع زبدة. وممكن كريمة شوية. بس زبدة وماء شوية. مع بعض دي أخسن. طيب. وبعدين عايزين زبدة. ودي ايه؟ دي كريمة. عايزين كريمة كتير. كبايتين مثلا؟ كبايتين كريمة أو ربمائة جرام كريمة. عشان بعد محمر الميت رولز. حت الكريمة. وكريمة هاملو سوس. اوكي. سوس اللحم. طيب. يالا بينا. اوكي. انا عايزة تطمن بس ان البوتجاز كله تمام. اوكي. هنبقى هنا. تت عايزة نار عالية ولا نار متوسطة؟ اه ممكن. ممكن نوس. نوس. عوضا نوس. عشان هاملو لحمة قبل كده. هتحطي البطر هتحطي الزبدة الأول ولا هتحمري على طول؟ زبدة على طول وبردين شوية شوية. اوكي. تمام. هاي يالا بينا هاملو رولس. اوكي. هاملوا ازاي. زاي خطي اللحمة كده. ومعلك سمع ملعقة ومعلك سمع ملعقة سمع ملعقة 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 يمكن أن تأخرون الموت قليلاً. الكاميرون تذكير الموت الموت لها الثاني. يمكن أن تكون فيه بعد المحمر. يمكن أن يجب تأويرها الثاني لتعاء قليلاً. وقبل بيكل يشيله. طبعاً. تمام؟ عمله تاني. دي بقى الأكلة دي مشهورة قوي في أوكرانيا؟ مشهورة. ناس بيحب التابعة دي في الفرح. وبعدين زي عندوكو رمضان عندوكو الايد. في الايد. في الايد ملاد. في الاحتفالات؟ هذا مهم. ممكن في الكل يوم بس الوقت كتير. بالضبط. انتو أكثر بتاكلوا فرح ولا لحمة؟ في الفاسترن يوكرين لحمة وخضار. لحمة وخضار. وبعدين في المكان تاني الناس بيحب فرح. وديكروني ووارنب. في المكان قبل الريفر. في الأنهار جنب الأنهار والبحر. في سمك. طبعاً. 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 فرحاً. ستيم على البخار وبرضو بتعملوها على البخار لا في المية بتتسلق بتتسلق بويل بويلت مع ملح شوية in water مهم وبعدين مين بهاب محمر ممكن محمر بعدين مع زبدة زبدة كتير بس مش بتتخني انت رفيع قوي انا شكرا مع ان بصوا بتقول لكم يا جماعة في محشي وفي حاجات والزبدة كتير زبدة كتير وبرضو عاملو قطايف مع بطاطس اه قطايف مع بطاطس اطايف مع بطاطس ولا بالبطاطس البطاطس جوه جوه ستفت بتحشل قطايف بطاطس في الوكراني اطايف وكراني بس اكيد مش سويت لا لا مش سويت زي سنبوسك زي سنبوسك بس شاكله زي اطايف عشان نعملو كتير اه اوكي وبعدين تمام انا خلصت يلا نحمر يلا نحمر مع زبدة زبدة كتير اوكي حتى زبدة كتير عايزة اشوفلك هنا عشان ايه تبدأي تحمري هل دي تقدري تعملي بيها اه ممكن ولا بدي خلاص اوكي مع تحمس تمام اوكي بعدين بردو اندوكو الاطايف اوكراني اوكي حلوة ومش حلوة مش حلوة حادقة يعني الصوتي صوتي مع بطاطس بطاطس وغازر اوكي عريش عريش او كريمي جبنا كريمي لا جبنا عريش عشان جبنا عريش ناشف اكتر زي في الماسب صح صح وبعدين ما تفاهم مبشور 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 وبعدين ايه فتاني مبشور الله كريز فوق دي حلو قوي كده هندوكو طايبس كتير بس النهاردة كروتشانكي لحمة كلهم بحبين لحمة يعني انتي انا انتي بتشتغلي مدرسة صح تشتغلي مدرسة بتلاقي وقت باع انك انتي ترجعي وتطبخي وعندك هابيز وهويات زي التطريز وحاجات زي كده يعني ده بياخد وقت برضه تلحقي وعندك ولاد ما شاء الله لك وتقلم الله اشتغلي ميزدينة انتي بهاب حاجة هيشوف وقت هتلقالها وقت او او حتلقي لها وقت وقت يس لا ما تحبة حاجة هتلقي لها وقت هتعملاها وقت اكيد اخر مرة رحتي وكريين امتا او سنة تمان زمان ممكن اكتر قبل الحرب قبل الحرب وحشتك أنك تروحي سعر بتروحي بقى في الصيف دايما يعني عادة قبل الحرب كنت بتروحي تقضي الصيف هناك كل سنة روح بعد مدرسة بعد مدرسة أو القبل مدرسة عشان مدرسة في المصر شهر 10 وفي الكريسمس وفي كريسمس بريك بردو كده أي أجازة بتروحي أنت من الوست من الغرب بس في ثقافات كتير متنوعة كولتشرز ديفرنت كولتشرز في يوكريين لأنها كبيرة جدا فتبست تلاقي شمالها غير غربها غير شرقها غير جنوبها أكيد حتى كمان في الأكل في نهاردة سأأكل كروتشانكي مع بطاطس بريك وعندوك هنا خلاص بطاطس مسلوة تسلعت آه خلاص وممكن نفعلو دي بطاطس عشان خلاص أوكي نقفل عليها آه خلاص من الطبخات عن الشرق عن الساوف ديفرنت بلايسز ديفرنت آه سواء الأفضاء لكن الطبخات هي هي أه لكن السواء对zeي ممكن مختلفة أوكي مم حتى إيه لزبدة عملاء عمايل زبدة جميلة بس أنتوا ملكوش قوي أنا في الروز عشان الناس في الأوكرانيا بحب بطاطس أكتر زي الروز أكتر من الروز والعيش بطاطس وعيش أه وممكن بياكل أي حاجة مع بطاطس وأي حاجة معيش بالضبط أنتوا بقى بتعملوا العيش بتاعكم عندكم تراديشنال برد عندكم حاجة معينة تقليدية في العيش وايش أكلوا أكتر زي لوف بتعملوا لوف عارفين اللوف يا جميع اللي هو بيبقى كتلة خميز كده كتلة وبتتقطع كده ترنشات دايما الواحد بيشوفها في الخير أنتوا اللي بتعملوا يو بيكت أت هوم شوية بتعملوا فالبير قبل of times just to remember the home when I'm getting home sick لكن غير كده بتشتروه جاهز لا بحب عيش بلدي ده هنا في مصر لا أنا بتكلم على traditions في أوكرانيا هشتري في المحل وايزة عيش هاجة مختلف يعني مش دقي بس بس هاجات تانية في العيش يبقى في حاجات ممكن أعملوا في البيت أو ممكن أعملوا أوردر وفي سبتات شطرين قوي أعملوا عيش types كتير واو وعيش diet وعيش بزرق مكسرات وعيش بالحاجات طب حد جميل أنا على بالما البوفتيك أو اللحمة دي تستوي بعد كده هعملوا كويس أنا هشوف أشان كله لازم يبقى لونوا لازم حالوا طيب هنخرج فاصل بعدين نحط في الطعبة تاني وحط كريمز هنا لا هنعمل كل ده هنحمره ونحط الكريم وهنشوفه هو على البوتجاز لما نرجع تاني بعد الإعلانات أوكي ما تغنيلي الدليل ده كده آه بس لحكي نتجمع بالدن ده قبل ما نطلع هاوة أوكي كلمة حلوة كلمتين حلوة يا بلدي الله جميل نخرج فاصل نرجع إحنا في مطبخ أوكراني يا جماعة والأكل ريحته بجد تحفة وتسلم إدين أنا مقدما ولسه الحكايات الأوكرانية مع المطبخ الأوكراني بعد الفاصل خليكم معا مطبخ الأوكراني ده طلع له أسرار وطلع يعني ريحته تحفة تجنن وتسلم إيديكي بجد يا أنا وإحنا دلوقتي ممكن تقولي للمشاهدين عملت إيه وإحنا في البريك محمر الميت رولز مع زبدة وبعدين نشوف اللحمة عمله لون تاني خلاص حتى الكريمة ومحمر أو الستيم حتى تسويها في الكريمة شوية وكريمة هنا الخفيفة بس بعدين شوية كريمة تقيلة طبع وكريمة حتى التعام مشرومز واللحمة مع بعض وطمام حمله دي خلاص بطاطس بوري خلصت خلاص حتى الميت رولز كده شوية بل هنا في بطاطس كده الله بطاطس واحدة تاني هنا ممكن بيأكل مع السلطة ممكن كده ممكن مع عيش مع عيش وعلى فكرة البطاطس بوري كفاية آه بطاطس بوري كفاية ممكن دوي هنا بيأكل مع روز ممكن آه صح عشان صوص حلو إحنا لما بناكل حاجة فيها صوص لازم معها روز صوص من البطاطس واو ايه دا ايه دا ايه دا طبع دي خفيفة بسيطة يعني عندوكو بوفتي وكي بوفتي وماشرومز وبطاطس وخلاص ممكن عملها بصدور الفراخ آه ممكن بس مع فراخ مهمر مش كتير آه عشان بتبقى خفيفة أكيد حلوة كده خلاص جد دي هني احط على الصفرة تانكو هادي اول طبق اهو من اوكرانيا على الصفرة وليلي بقى كده فكريني هنعمل ايه في الطبخة دي الطبخة تانية هاملو تابوراكي آه دي اكل كريميان تطارس طبق جانبي كريميان تطارس آه كريميان تطارس بارضو في الوكراني من القرم من شبه جزيرة القرم طبق تطار القرم صح اه اوكي كريميان تطارس اوكي اوكي تركي كده؟ تركي ممكن ايش تاني يعني زي في السمبوسك رؤاء ممكن رؤاء طيب الانجريدينس المكونات بقى؟ مكونات المكونات نضيف برائكة اجينة اجينة مثل الطبق اجل الدقيق وبعدين مالح 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 سكر مالح خل وبعدين عملوا شوية ميا بس ميا مغلو بويلد ووتر ميا مغلية أو السخنة جدا سخنة جدا وبعدين أربع مالات زاد حال وميا سخنة وبعدين عملوا أقينة أقينة حلو قوي بس ما فيش خميرة لا ما فيش خميرة ليه عشان عملوا أقينة رفاية قوي قوي وبعدين محمرة يعني كريسبي وكرنشي دي هالو عملوا مع لحمة مع جبنة مع مشروم أيزين إيه بس ترديشنال ديش مع لحمة مفرومة في اللحمة مفرومة باصة المبشر ناي وبردو شابت شابت ولا ده بقدونس شابت في المكان تاني الشابت قطل آه أوكي أوكي من هنا شايفة بقدونس بس هناك تلع شابت في المكان تاني الناس هات البعدونس هات أي حاجة خضرة 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 أطايف لا مش أطايف كنافة لا كنافة دي هالوة أوكي حواوشي حواوشي زي حواوشي أوكي شكرا زي حواوشي آه هو عادينا وبتتحشي لحمة مفرومة حواوشي حواوشي أوكراني عادي أخت غوزي هي ساكنة في السكندرية آه هي شوفت أنا عملوا الشبوراكي دي في البيت ماما هي قالت نحن عملوا زي كده الحواوشي كده الحواوشي عشان أقينة هاجة مختلفة صح أقينة مختلفة آه أقينة تمام يلا بينا يلا بينا الانجريدينت خفيف قوي باصل وشابت أو الممكن بادونس أي حاجة خضرة لحمة مفرومة عايزين حاجة تانية ممكن مفروم مفروم ممكن ماشروم ممكن جبنة أي حاجة طيب وانتي هتبدأي دلوقتي تفريدي العقينة عشان تحشيها آه ندوكو كورة عقينة عشان نعمل البصورة حطي كورة عقينة آه قبل كده حطي التاسف النار وزيت كتير زيت كتير يعني ديب فريد نهاردة محمر كتير محمر كتير وزيت قبل محمر زيت سخن جدا 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 أوكي ينزل في زيت سخن جدا زيت مش سخن عشاني أرمش زيت مش سخن دي مش محمر كويس صح أوكي بعدين ناشف بي كله طيب إحنا معنا تليفون يا أنا ممكن أرد عليه وإنتي بتفريدي العجينة معنا بسانت يا بسانت إزايك إزايك حبيبتي عاملة إيه مساء الخير عليك وعلى دستك الجميلة حبيبتي حبيبتي يعني في جنسيات عربية كتير في نيبل كمان في نيبل ده بالنسبال لي كان اكتشاف ولكن أنا حبيت كمان الحريجي بتيها المغربي الفلسطينية حبيت حبيت ده كانت فصيل فضيع حكاية اللي بتعملو هنا في مصر وإنتي قلت لها الطريقة بتاع اللي آيس اللي أنا بعملو اللي هي طبعا أنا نفسي الطريقة على فكرة ترجعي ترجعي تاني لليوتيوب عادي مطبخ ست الستات وتفتحي أو على صفحتنا صفحة مطبخ ست الستات وعلى صفحة قناة صدى البلد برضو فيها كل الحلقات بتاعة البرامج أنا عجبتني لأن فيه تفاصيل في حكاية الفلسطينية اللي هي اللي اللي عمالتها الأخرية دي اللي هي زي الكنافة أيوة فهي قاسف على هي بتعملها ازاي طبعا فدي حاجة فعلا إحنا مش بنلاقيها هنا هون فكويس نرى ست زكاية أنت يا دينا ست زكاية جبتني السؤال طبعا عملها ازاي أيوة بالزبط ما أنا عايزة عملها خلي بالك ما أنا براوح برضو البيت عايزة على أفكار برضو بتورد نحنا عايزين عايزين وبيعزين طبوحنا صحيح طيب عايزة تسألي أنا على حاجة عايزة أسألها على السردين الأوكراني هم مشهورين بالسردين وهم بعملوا بطريقة بسيطة لكنها خفيفة وإحنا بحلين على عايز وأعتقد دلوات يبقى في سردين السردين ما موجود في السوق المطر فإزاي نعملو بطريقتهم سردين دي كوك سردين أكيد بس دي السمكة مكرل سردين سمكة مكرل وسمكة سردين 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 سوهاية مكرل كبيرة الكبيرة سمكة كبيرة لحمة كثيرة وطعم أخصا في الفورن مع بصل مع بصل بس بس وفي الفويل كده يعني بتحطي لسمكة سمكة السردين لو الصغير مع بعض لا السمكة كبيرة نزم المكرل المكرل مع بصل قواها وفويل كده نلفها بفويل وفي الفورن أوكي طعمها قوي بس السردين عاملوا مع صالصة تماتم صالصة تماتم وبعدين يعني مهمر شوية وبعدين مع صالصة تماتم وتستيم يعني بعد ما يتحمر ننزله في صالصة التماتم ويتشرب شوية منه وبيأكل مع بطاطس فري لا سمك السمك لازم مع رز سمك رز رز بز رز سمك اللي هو البني آه اللي هو بصل كتير كده 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 سحنتوا على أخير رول مع وود وود رول الطريق أوي كده تمام وبعدين حط اللحمة مفرومة ناية كده ده ده الميني حواوش بتاعنا لأن احنا الحواوش بيبقى رغيف حلوة كده آه سيكرت آه ايزين آه حواوش برضو جوسي مش ناشف صح بتعرف احنا منعمل ايه بننزله في مياه كده بسرعة بعد ما ويستافت أو حتى لو في عيش بلدي كده بننزله في شوية مياه كده بسيطة بنبله ونروح حطينه في الزيت يروح بمفجرة والشن كده بقى بالزيت ايه نتلاس وعبا اكيد وبعدين نعمله زي زي الطايف اكيد 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 تمام هعمله اتنين تاني على فكرة دلوقتي بقى هات قوي اللي قوي خلاص لو عايزة زيت السخنة قوي وانا هارجع الورا هعمل اكيد تمام فيه ستاب بحب كله كتا شكله زي وحدة انا مش بحب جدا كده بحب يعني كبيرة صغيرة اعشان طفل في البيت حط الوحدة وماشي طويلة حط الوحدة ويلة بالزبط هي بتحب احجام مختلفة واشكال مختلفة الاطفال ياخدوه كده وياكلوه بسهولة بها بشكله واحدة واحدة ممكن حط القاتر او الحاجة حاجة كده بتعملي بقى اي ديب جنبه بتعملي حاجة هعمل ديب كمان بتعمل كده جنبه صاص كده لطيف هعمل ديب مع زبادي النار خلاص ملع خلاص اه لحسن البخار طلع بقى بصورة بصورة بسم الله بسم الله ههو حلو 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 محمر مش كتير وشفت الاجينة امز يعني بقى عشان المعلق خل في الاجينة وبرده عاملوا اجينة رفاية قوي يبقى الخل اللي بيخليها بافي ورنها رفاية فبتبقى اي بتستوي بسرعة اكيد هشوف ديسة شوي ديسة جولدن دان جولدن جولدن هتعملي قلتيني بقى الديب اللي جانبه ايه هعمل الديب مع زبادي زبادي مع طوم مل وشابط برضو شابط حتى العجينة شكلها حلو ومش مش كتيرة عارفة يعني داي تاكل اتنين يعني عارفة مش مش تقيلة مش عجينة لا اكيد اول ممكن عملوا سناك حالسي بس محمر مش حالسي قوي بس اخصم زي تشيبسي ممكن هات العجينة ممكن حط في airfryer من غير اعرف اي سبري بس كده airfryer ممكن دي اخصم عشان زيت بس ممكن مش تعم مش نفس الطعم اه هل هيا بصوا هو هندخل هندخل لا انا عندي هنا طبق الله عليك انت جهزة قوي انا هات تكون كتبا كده وحامل بذيك خلاص 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 اتشيبو راك ضلال جدا اه خلي خلي زي ما هو كده انا هاخده على الصفرة على بذي عامل الدب اوكي لما تخلاصي الدب هنحطه كده اوكي طيب احنا بقى اللي جاي ده هتعملي بس الدب بتاعه صفت الدب حفيف قوي زبادي زبادي بالادي اخصا زي تي محتاجة الزيت تاني دلوقتي اه محتاجة الزيت حتى نحل رياد مع زيت او 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 خلاص بس طبق طيب طيب او في الزبادي حتى ما لاز مالح اوكي شوية شوية مالح بعدين شوية التوم خري كده مفروم تم مفروم اوكي وبعدين شوية شابت 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 بعد دونس مين بحب ايه في البيت يحط تطعام هلو كده في الزبادي بحب تم كتير ممكن تم كتير مش بحب تم كتير تم شوية اطفال بحب في البيت كاتشاب وماينيز مع بعض كده عملين سوس كده في البيت بالزبط كل طفل بحب كتشاب اخبار الباستا ايه في المطبخ الاوكراني مكارونة مكارونة بالشرب تفراغ وبعدين مكارونة مع كريمة جبنة مكارونة بالماشروم اندوكوا باردو شكل زي مكارونة في الفورم بس البشامل مطبوخ بشامل فوق وبعدين جبنا فوق وفي الفورن شوية عشان عملوا الـ جولدن براون مش كتير يعني كلنا في المكارونات زي بعض انا بهايب مكارونة في الفورن مانسري اكتر وبردو كوسب البشامل اشان خفيف مش تقيل طيب انا لازم اخرج فاصل تبديني ده احطوا جنب الساندوش بتاعتنا اهي كده ونخرج فاصل بعد الفاصل لسه عندنا الحلو خليكم معنا عودة لحضراتكم مطبخنا النهاردة مطبخ ستة الستات مطبخ اوكراني بامتياز انا لانك الجميلة جدا اللي عملنا بجد وصفات رحتها تحفى وعلى فكرة قريبة جدا مننا ومش ما فيهاش فازلكة يعني مطبخ الاوكراني مطبخ من المطابخ اللي سهل اننا نطبخ من الوصفات بتاعتها انا مرة تانية بنرجع المرة دي مع الحلو حلو اسمه ايه فرهوني فرهوني هنعمل ايه بقى الفرهوني ده عبارة عن الانجريدينس ايه انجريدينس ندوكم دي ايه اه حتى دي ايه في الطابق وبعدين لا مش دي قبل كده حتى في الطابق بيت وبعدين زبادي وبعدين السكر السكر كتير او السكر باودر اه سكر باودر اخسن ذي سكر ايه وزبادي وسكر وبعدين معلتين باودر حال وبعدين الوانيليا وكده خلاص حال حمله اقينة اقينة خفيفة وصفت اوي اه حتى ممكن اقينة غميلة جدا وانا بحاف اقينة دي مع زبادي او الرايب ليه عاملو نهارده شوية وبعدين ما فيش وقت فيه حاجة تاني اه حتى الاغينة في الكيس في التلاجة وبكرة ممكن اعملو تاني وحاليات زي زي حلو صح مش حاجبوز اه اوكي اه تمام املت اقينة خلاص اه وبعد كده البرهوني هجة بسيط او الحجة مميز عشان شكل شكله شكله زي اه شكله مميز يعني مش الشكل العادي بتاع العجينة مش مش مثلا زي الكحك مش مثلا مدور لا لو شكل مممكن اكتر مممكن زي زلابية زي زلابية تبقى مدورة اه وصفت من قوة من قوة مممكن زي حدرتك قالت الشيروس اه الشيروس كريسبي بس بس بيبطري شوية من قوة وبعد دي حلوية محمرة اوكي كل نهار محمرة بس مش في زبدا دي زيت زيت تمام عطي عقينة كده مش رفعية قوي يعني نص سنتي كده شكرا باودر تاني او شوكولاتة بس مش حتترا يا انا لا مش حتبقى طريق اي حاجة اوكي 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 كده اوكي اوكي كده تمام اوكي 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 احنا قدامنا two minutes كده خلاص او يلا بينا اه هو سخت كده ام بعدين شفتوا هي عملته stripes كده وبعدين حالت ايه اه لعبة في العجينة شوية عملتها shapes كده بعد محمر محمر اوكي رحته كمان زي الزلابية اه صح رحته زي الزلابية اه اه اكيد تمام طيب كلميني عن المشروب ده الغاية لما دايه خلص المشروب ده بقى عبارة عن ايه اوصفار دي مو traditional اوصفار اوصفار عمله مع التفاح الناشف اه تفاح مجفف تفاح مجفف وبعدين نضوكو التوت بس دي مش توت دي كرانبوريز اوكي زي الكريز اوه وبعدين نضوكو عراسيا بارده ممكن الزبيب بس الزبيب حلق بص دي اوه نفشت كبرت اوه كبرت اوه زبادي حتى السكر كتير اوه حتى اللمون شوية او الاشرة ال اشر الامون او او البرتقان تمام بعد كده ممكن محمد اكتر شوية بس ما فيش وقت بعد محمد شاكلو هيبقى ازاي زاي دي زاي كده واو روح شوية كده طيب بس تعم حلق انا حمسك واحدة بس هحاول اكسرها اهو ناشفة ناشفة ودي هلو بيكون مع شي شي صوحنة حتى شوية وبعدين شي كده اوكي اوكي ممكن جنبه بقى اي حاجة بردو سويت عايزاهم ربا تشوكولت سوس اوكي اكيد كرامل سوس نهاردة كرامل سوس من زمان اصل ممكن اصل او الاصل مع ارفا اوه اصل باردو في البيت بيأكل مع تحينا واصل اسود تحينا واصل اسود تحينا واصل اسود ده ده بيقلب فتير تحينا واصل اسود دي هروني هالو قوي بدنهات شوية سوكر باودر على الوش ها السيكرت عايزين السوكر باودر هناك مع حاجات مهمة قبل السوحنة سيقوم وستطيع اضع لازم يبرد الاول شوية يهدى وبعدين نحط السكر عليه الشوكر لا يضع اوكي عشان السكر ما يصحش فهنستنى لغاية لما يبرد شوية صح؟ وبعدين نحط عليه الايسين كده خلاص ده ايه ده انا شكرا حياتي واده الحلوة بتاعنا النهاردة تسلم ايديكي وعنيكي متشكرين جدا والاااا آه ممكن حط العصير العصير برضو عصفار ممكن اهو العصفار ونحط اهو شياكة برضو المطبخ الاوكراني شياكة برضو حساك كده شيك في نفسه جميل انا مبسطة قوي قوي انك انتي كنت معانا النهاردة وبتمنى اشوفك في حلقات تانية كمان وتحضر لنا وصفات تانية ويعني مش عارفة شكورك ازاي الاكل كله ريحته حلوة وشكله كده ان طعمه حلو وامله بسيط يعني عايز توجي اي حاجة قبل ما نقول للناس باي باي شكرا جدا كلهم عيد سيد ورمضان كريم اهلا بك في المطبخ 6-6-3 حياتي انا كمان بشكر حضراتكم ارجو انكم تكونوا استمتعتوا بالمطبخ الاوكراني النهاردة بكره حالة جديدة ومطبخ جديد استنونا باذن الله مطبخ 6-6 في شهر رمضان